رئيس الجامعة أديلايد الأسترالية يؤكد بالرباط أن الجامعة مهتمة بشركة طويلة الأمد مع المغرب في مجالي الفلاحة والتكوينة رئيس الجامعة الأسترالية الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للمغرب أعرب عقب مباحثات أجرها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات السيد عزيز أخنوش عن رغبته في إرساء شراكة مع المغرب البلد الذي يحظى بتقدير كبير في أستراليا نتوجد هنا لأننا مهتمون بالشركة مع المغرب فلدينا العديد من القواسم المشتركة لسيما في مجالة الفلاحة والطاقة والموارد ونتطلع إلى شركة طويلة الأمد لنتمكن بالتالي من تكوين الطلبة بشكل مشترك وتبدل الأطر وإطلاق أبحاث لتقريب البلدين اللقاء شكل فرصة للطرفين لتدارس سبل تعزيز التعاون الجامعي في المجالات المتعلقة بتطوير الفلاحة وتقنيات السقية كما عبر الطرفين بالمناسبة عن إرادتهم المشتركة لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات في مجالة الرقمن الفلاحية والتكنولوجية الحديثة إضافة نينة فسح المجال لبعثات التبادل الطلابي والتكوين في أسلاك الماستر المتخصصة السيد أخنوش كان قد قام في شهر فبراير الماضي بزيارة إلى أستراليا على رأس وفد هامة يتكون من أعضاء الوزارة ومهنيين لتعزيز التعاون في المجال الفلاحي بين البلدين خلال هذه الزيارة زار السيد أخنوش الجامعة العمومية لأدلايد التي تأسست سنة 1871 الجامعة تصنف من بين أفضل الجامعات العالمية كما أن خمسة من خريجيها حازوا على جائزة نوبل في مجالات مختلفة